جدري القرادة يواصل انتشاره في العالم ومعه تتأجج المخاوف من تكرار سيناريو كورونا لسيما بعد تسجيل أولى الوفيات خارج القارة الإفريقية وفي ظل هذا الوضع باتت تتوقع منظمة الصحة العالمية ارتفاع أعداد الوفيات خلال الأيام المقبلة فإسبانيا التي تعد من أكثر الدول تضرورا بالفيروس بعد تجاوز حصيلة الإصابات اعتبت الأربعة ألاف سجلت ثانية وفاة مرتبطة بجدري القرادة وكشفت وزارة الصحة الإسبانية أن المتوفيين شابان مؤكدة أنها تجري تحاليل لجمع مزيد من المعلومات الوبائية بشأن الحالتين الوفاة الأولى كان سببها التهاب في الدماغ وهو ما قد يكون ناتجا عن مضاعفات العديد من الأمراض المعدية أما بالنسبة للحالة الثانية فيجب أن نعلم حالة المريض آنذاك بالضبط فربما كانت مناعجه ضعفة وفي البرازيل كذلك توفي رجل في الأربعينيات كان مصابا بالفيروس وأوضحت السلطات الصحية البرازيلية أن المعنية كان يعاني من أمراض مصاحبة خطيرة وحتى الآن وصل إجمالي الإصابات بجدري القرادة في البرازيل إلى نحو ألف إصابة نحن نشهد تفشيا كبيرا للغاية للفيروس وقد أصيب حتى الآن أزيد من 16 ألف شخص في 78 دولة وللأسف ما زالت كيفية انتقال العدوى من شخص لآخر غير واضحة تماما ووفقا لمنظمة الصحة العالمية لم يستثني الفيروس أي فئة فالإصابات المسجلة شملت الرجال والنساء والأطفال على حد سواء أما بالنسبة لأعراض المرض فهي لا تختلف كثيرا عن تلك التي تسببها فيروسات أخرى معروفة لدى الناس تبدأ الأعراض عادة بالشعور بالتعب كما يحدث مع العديد من الفيروسات ويصحب ذلك حمى وآلاما في العضلات لكن المختلف في جدري القرادة هو أن الشخص يلاحظ بعد ذلك تورما في الغدد اللينفاوية حول الرقبة وأجزاء أخرى من الجسم وأكثر العلامات الكلاسيكية هي تلك الفقاعات الصغيرة أو الطفح الذي يظهر على الجلد وبعد إعلان منظمة الصحة أن جدري القرادة يمثل حالة طوارئ صحية عالمية قررت المفوضية الأوروبية تمديد ترخيص تسويق لقاح الجدري إنفانيكس الذي تنتجه شركة أدوية دنماركية وتشمل الموافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك في أيسلندا وليختشتاين والنرويج وخلال الأيام الأخيرة شهدت طوابير طويلة أمام عدد من المشافي لمواطنين يريدون تلقي اللقاح للوقاية من المرض